طيب خلينا نروح لرقم سابعة النصيحة السابعة لرئيس الوزراء يستفيد بها من كوبر عدم الوعد بما لا يستطيع عايزة اقول لك الصحفيين وقفوا على باب كوبر وهو مصبح مسافر الجابون هترجع الكاش ولا فتح بقه ليه ما اقدرش اوعد بالله انا مش هادر عليه ده انا لم يمشوات لعيبة صغيرين اول مرة اعود لكاس افريقيا بعد ثلاث دورات لكن مفردش سيدري كاس مين ده انا داخل اخو كاس العالم زي ما كان فيه تصريح شعير للجاهر الله يرحمه اذا انت كرئيس وزراء وكأي مسؤول في مصر صغرى مقامه او كبر ما توعدش باللي انت ما تقدرش تعمله او الظروف ممكن تبقى كبير عليك بس انا عندي بس سؤالي خير هو دلوقتي مطلوب منه ما يوعدش عشان احنا ما نتعشمش ومطلوب منه في نفس الوقت يقدم لنا رؤية واضحة هو عايز يوصلنا لفين او قادر يوصلنا لفين هي يجبني ايه بعد ازلك دينا عدم الوعد بما لا يستطيع يعني انا ما جيش اقولك ان انا معاك على الهوى من الساعة عشر بالليل لعشر الصبح مقدرش انا اخري ساعتين تلاتة وعايز اروح يعني لكن ما طلعش هما بيطلعوا يقولوا كلام يعني مثلا كمان ست شهور الدنيا هتبقى زي الفل ما تحددهش بالشهور مش وقعية مش وقعية هو ست شهور ليه الدنيا هتبقى زي الفل لما تقلك الدولار هيرجع ويبقى ب 14 جنيه يا راجل امؤمن يعني ده احنا عملين نطلع 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 يعني لا انا فقد فكرة ان اتقال اربعة جنيه اه اتقال اربعة جنيه المضحكات المبكيات البلد اشتركوا في القناة